رحلة الهجرة غير الشرعية جماعة ودي من المعلومات اللي الواحد يعني قرأها واتطلع عليها الكام يوم اللي فاتوا هي حاجة مثيرة جدا الحقيقة وده هيقول لك ازاي الغرب متورط مع السيسي من جهة ومع خليفة حفتر من جهة تاني ايه اللي جاب خليفة حفتر هقول لها حضرتك اللي حصل انه الشباب اللي في مصر مثلا زي قرية مشتول السوق ولا مش عارف ايه الشاب ده خرج كويس عشان يعمل هجرة غير شرعية السواحل المصرية السيسي بيقبض عليها فلوس حلوة قوي عشان يمنع الهجرة غير الشرعية فالسواحل المصرية السيسي قايم بدوره كويس قوي منع اي مركب تخرج فيش مركب بتخرج فيش ايه حاجة بتحصل الراجل بياخد تمانين مليون يورو بياخد تلتمية مليون يورو يعني مزاجه عينب جدا خد بينهم جزء ولسه جزء الكلام ده كل بيجي مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي بيقابل سامح شكري بيقول له خد عشرين مليون يورو كمان عشان السودان يعني اشتغلوا وعملوا شغل كويس وانتو عاملين شغل كويس ومش عافية جميل جدا بعدين الشباب دول بيروحوا على الحدود الغربية بتاعتنا بيعدوا الحدود وبيوصلوا ليبيا اللي بيستلمهم مين في ليبيا اللي بيستلمهم في ليبيا هي السلطات الشرقية او العصابات والمهربين دول منتشرين فين اكتر منتشرين في المنطقة الشرقية اللي هي بيسيطر عليها مين بيسيطر عليها خليفة حفتر اللي هو مين اللي هو حليف عبدالفتاح السيسي والامارات جميل جد طيب الاتحاد الأوروبي لما بيوقع اتفاقات عشان منع المهربين والكلام ده بيوقعها مع مين بيوقعها مع خليفة حفتر مع السلطات في شرق ليبيا مش كده جميل جد موقع اي يا سي دي موقع اي يو اوبزورفر بينشر تقرير يوم كام تقرير ده منشور امبارح جميل 16 يونيو اول 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 امبارح بيقول ان المفاوضية العليا الاوروبية بتنفي انها تقدم مساعدات للمهربين والعصابات في ليبيا وان ملهاش اي علاقة بغرق المركب بتاع اليونانب بعدين بتقول ان في ورقة وثيقة حصل علي موقع اي اوبزورفر يوم 9 يونيو بيقول ان الاتحاد الاوروبي هيمدد التعاون الالزامي على الحدود مهمته في حماية الحدود مع ليبيا لسنتين كمان وبعدين بيرجعنا الوراء بيقولك انه يا جماعة في تقرير من خبير لجنة خبيرة في الامم المتحدة في بداية هذا العام اثبتت ان هناك ضباط رفيع المستوى في خفر السواحل الليبية كويس متورطين في اعمال غير قانونية برفقة المهربين والعصابات بتاعة بتاعة الخفر السواحل الهجرة غير الشرعية يبا احنا عندنا الاتحاد الاوروبي بيدفع فلوس لخليفة حفتر وخفر السواحل كويس الجماعة دول متورطين في مين متورطين مع العصابات بتاعة التهريب البشر فمش بعيد حضرتك انه مركب اللي غرقت على الحدود اليونانية اللي فيها سبعمائة خمسين واحد يكون فيها ناس خلاص من بتوع العصابات دول متورطين مع خفر السواحل الليبي اللي هو اصلا بياخد فلوس من الاتحاد الاوروبي واللي هو كمان بياخد فلوس من ايطالي فدايرة غريبة جدا دايرة تخليك فلاخد تعمل لك تربنة في الدماغ يعني طب يا جماعة طب هو مين بيمنع مين هو مين بيساعد مين هو مين مع مين طب يا اخوان ببدل بكل كل كلامكم وكل جهودكم وكل حاجة انتوا عايزين تعملوها لها علاقة بس بمنع الهجرة غير الشراء منع القوارب محاربة العصابات طب يا عمي ما تعمل مسارات امنة للاجئين ما هو انت تعلم علم اليقين ان ليبيا ومصر وسوريا فيها بلاوي سودا وان الانظمة هناك انظمة بنت ستين يعني الحقيقة انظمة مجرمة للغاية فانت بدل ما تركز كل مجهودك عشان الهجرة واللي مش عارف ايه والناس والعصابات واحنا هنمنع واحنا هنسوي طب ما انت اشتغل على توفير مسارات امنة مش كده اقول لايه فدي نقطة الحقيقة من النقاط المهمة جدا اللي لازم ان احنا برضو نعرفها ونركز فيها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة